خلاص ساعاته ان شاء الله مباراة الزمالك ونقضي ببركة انا شايفها ازاي الزمالك طيب عشان اقولها الزمالك هجيب برضو المطش الاولان طبعا المطش الاولاني الزمالك دخل المطش الاولاني فيه توطر عجمهور كان الدنيا مش افضل حاجة في الشوت لحد الزمالك ما دخل في الهدفين انا ما عنديش حاجة خسارة بالسيناريو بالزبط جدا انا ما عنديش حاجة خسارة انا هلعب بدأ الزمالك يعمل ايه يلعب لعبه يلعب لعبه العادي اللي هو اللاعبه العادي ايه قوة الزمالك فين ان الكرة تبقى معاي عايز تضعف الزمالك خد منه كرة هتطعفه لما طول ما الكرة في رجل الزمالك هدايئك فبدأ الزمالك يعمل ايه ياخد الكرة استحوازه سيطر على اللقاءه كان ممكن يكسب كمان لما خدي الزمالك الكرة حسين انه الزمالك لقوة من نظر بكان طبعا لانا قوة الزمالك تخلي بالك انا بشوف ان احمد دوره مهمة جدا في الزمالك صيف طبعا الجزيري انت مش فاهم هو بعمل ايه لو هتنطقت الان واجهة نظري طيب هتنطقت صيف الجزيري بقى انت مش فاهم هو بعمل ايه قوة صيف الجزيري انه هو في كل حاجة بتجيله هو عمل لك مشكلة يا بيجيب لك فاول يا بياخد يستحوز على الكورة يطلع حد يا بيطلع على الطرف يستلم الكورة فيطلع الفرقة كل ده أدوار انت مش شايفة أدوار مهمة جدا جدا فيه ناس تقول لك والله يا كابتن نظر ما تكرميش بقى بالكلام ده أنا عايز المهاجم بتاعيب أهداف الدوري وجايب عشرين جول في الموسم يعني أنا عايز المهاجم يجيب أهدافه بس لا ما بقاش موجود ده يعني شوية الصفة دي ما بقيتش ما ما عنديش تسعى اللي هو أنا عايز تسعى اللي بيخلق فرص للناس اللي جاي من تحت هيل خلاص سجل أهلا وسهلا ما سجلش بس يكون بيسعى لفرص هو بيسجل طبعا ما بيسجلش بيسجل من نص فرصة كمان يعني فلما بدأ الزمالك يلعب انه هو أنا الزمالك بطريقتي اللي تناسب لعبتي اللي موجودة فبقى الأمور بالنسبة له سهلة جدا طيب هنا بقى انت عايز تعمل إيه؟ في وسط جمهورك في ملعبك أولا مش عايزك تستعجل تبقاش مستعجل خالص لانا لو انت لعبت الهدوء ولعبت الكرة على الأرض بتاعت اللي العادية هتكسب مسترعيق معا فاش مشكلة هتدخل بعصبية وعايز تخلص بدري لأ واحدة واحدة ليه؟ لان هم بيعملوا تحولات خطيرة خطيرة جدا جدا صح لابنيتكلم عن المطش اللي شفناه الأولين وانت عندك قوة نقطة ضعفك الحتة الدفعية الحتة دي طيب يبقى أنا عامل إيه؟ تخوض المطش اللي هاي دي لان انت عندك حلول وعندك ناس تتصرف وعندك ناس بتحل وفي ذا كده انت على بعد هدف هدف التسعين دي خلا بلك انا الكلام ده قلناها عكسه في الأهل احنا وانا الاهل لازم ينزي دي خلص صح إذا مالك لأ لان الفرقة هنا غير الفرقة هنا التحولات في نهضة بركان قوية قوية وهي يعني وانت مش محتاج تتفاجئ بحاجة يعني مش محتاج انما لا هلها لقدر أطول زمن عي انما هنا مش محتاج تتفاجئ مش محتاج انت تتفاجئ ان انت تبقى بضغط وعندك نقطة ضعفة في حتة معانا فيشتغل عليها إي دايقا كنت تبقى عايز هدف تبقى فجأة بقيت عايز هدف عشان تتعادل برافو علي انت لو الأمور ماشى معك طبيعي انت في وقت من الوقت لازم تضغط بس انا اقصد ان الهدوء واستحوازي دا يديك ثقة فتبدأ هتلاقي الأمور بالنسبالك سهل صحيح ما تعقلهش على نفسك عشان ما تبقاش رخمة في الملعب عليك صحيح